لم تعرف اللبنانية جويس عزام الاستسلام فقد نجحت المغامرة في تسلق 27 قمة حول العالم ورفع علم بلادها على أعلى سبع قمم بإنجاز تاريخي وفي زمن فيروس كورونا رفضت جويس أن يقف الوباء عائقا أمام مواصلة تدريباتها لتبقى دائما على استعداد لمشوارها اشتركوا في القناة جويس تواصل تدريباتها في الحجر المنزلي بجبال الأجزة في لبنان ودائما مع جويس التي تنضم إلينا من لبنان عبر سكايب جويس مرحبا بك معنا في سكاينيوز عربية جويس يعني اليوم وضعك مثل وضع كل الرياضيين في العالم المحجورين بالمنزل بسبب فيروس كورونا أخبرينا أكثر كيف أثر هذا الوضع عليك وعلى التمرينات التي عتدت أن تقوم بها قبل فيروس كورونا مرحبا للكل اللي عم بيسمعونا وشكرا على الاستدافة أنا شخصيا من وقتها ما بلش الحجر أو يعني نفرض على الكل كرميل نحافظ أكيد على سلامتنا وسلامت اللي منحبهم وكمان نساعد بلدنا يعني اليوم نحنا كل واحد منا بلبنان عاب يساعد البلد أنه لنوقف من انتشار هالفيروس أنا شخصيا توجهت على الجربل لأنه هيدا بيتي وهيدا شي مش من هلأ بلش من تقريبا أربع سنين أنا قررت انتقل لعيش بمنطقة الأرز والهدف مننا أنه بجبال لبنان عنا ارتفاع عالي أنا هلأ قاعدة على علوء ألفين متر بيتي وبيقدر أتسلق لعالول 3000 متر هذا تمرين كتير مهم وبيحضر الجسم ليتأقلم مع الارتفاع الأعلى للجبال العالية مثل ما حضرت حالي جسديا وكمان نفسيا وذهنيا لأتسلق جبل أفرست السنية الماضية ماذا عن المدرب الخاص بك جويس يعني أولا لا أعلم إن كان لديك مدرب خاص كيف تتواصلين معه في ظل هذا الحج يعني كما رأينا الكثير من الرياضيين اليوم يمارسون التدريبات عبر الإنترنت أو عبر تقنية الفيديو مع المدربين وهل يغني اليوم برأيك ذلك عن التمرين الشخصي الذي يقوم به الرياضي وجه لوجه إن كان مع مدربه ومع من حواليه أنا شخصيا المدرب تبعي هو خي جورج اللي هو ساكن بكندا وكل حياتنا كل واحد ساكن ببلد أنا بلبنان وهو بكندا أنا عم بتسلق جبال وهو المدرب تبعي الكوتش اللي بينظم لي كل تمارينة لأنه أنا بآمن كل الرياضي بده يحقق إنجازات وعم بروح على التمارين كتير عالية بده مدرب لينظم له هالتدريبات كمال ما يصير عنده إصابة أنا شخصيا يمكن محضرة حالي من خلال تسلق الجبال أنه كون عبواجه هالظروف الصعبة اللي عبتفرض علينا فيروس كورونا نكون بعض عن بعض وصراحة من تقريبا أكتر من عشر سنين أنا بتمرن مع الكوتش مع المدرب طبعي عبر سكايب يعني إذن لا شيء جديد عليك يعني في ظل هذا الحجر كما أيضا يعني رأينا أنه كورونا اليوم يزيد من الجهد النفسي أيضا بالإضافة إلى تقييد التحركات خاصة للرياضين كيف يعني كيف اشتغلت اليوم على الموضوع النفسي وكم اليوم من المهم أن يعني يبقى الرياضي في حالة نفسية جيدة لنقول أنا صراحة إلنا ما تغير علي شيء بس تغير علي كتير لأنه ما كانت منتظرة أنه ما أقدر أتحمل نفسيا هالوضع أنا لحالي معزولة عن العالم يمكن قبل كان فيه التقي بأصدقاء كان فيه روح أنزل ع بيروت شوف أهلي هلأ ما عم بقدر معزولة تماما كرمية للحفاظ على سلامتنا كلنا وكمان سلامة عائلتي فهذا الشي كان كتير صعب علي بقلك بكل صراحة وكتير من الأيام كانت تحت ضغط سلبي ونفسيا مش هيني لأنه نحن رايحين على المجهول يعني ما في شيء مأكد ما حدا عم بأكد لنا ولا معلومة وعطول كل يوم في معلومة جديدة وهذا الشي الجبل عودني عليه يعني أنا اليوم تسلق جبل أفرست قضيت 55 نهار على الجبل عيش المجهول وهذا الشي بواجهه بأول شغلة بدي يكون حافظة على روتين اليومي يعني أنا أتعد بفترة صعبة ورجعت قررت أنه أرجع على روتين اليومي وبقول لكل شخص يسمعنا إذا ما عنده روتين يومي فيه يخلقوا كتير هيني طيب إنجايس قبل أن يدهمنا الوقت اليوم تصرين على إضافة المزيد من الإنجازات إلى يعني لائحتك الوصول إلى القطبين الجنوبي والشمالي يعني بمرحلة ما بعد كورونا إن شاء الله وستكونين إذا حققت هذا الإنجاز أول إمرأة لبنانية وعربية تحقق ذلك اليوم هل تعتقدين أن الحجر المنزلي ساهم أو سيساهم إيجابيا في تحقيق تموحاتك؟ أنا بقول الحلم ما لازم يوقف لأنه هيدا المرحلة رح تخلص ويمكن ما رح نرجع على المرحلة التابعية يمكن نرجع على مرحلة أحلى بحياتنا لازم يضل في الأمل وإذا منحط هدف قدامنا وحلم أنا موقفت حلمي أنا هدفي أنه حقيق هالتحدي الأكبر للمغامرين وروح للكتب الشمالي والجنوبي هلأ هيدا الشيء بده تمارين كتير ما رح وقف اليوم عم بقولك عشت مراحل صعبة بهالفترة بس التمارين عم بخليني يكمل عم بيعطيني إيجابية عم بخليني يركز بخلال النهاري فأنا أؤمن وعندي أمل كتير كبير أنه رح تخلص المرحلة وكلنا أهدافنا ونتمنى كل التوفيق لك جويس إذن كانت معنا المغامرة اللبنانية جويس حدثتنا من لبنان